نحن نتحدث عن ملف اليوم وهو ربما مسار وسيناريوهات الأزمة السودانية في المرحلة القادمة أنا أريد أن أعود إلى القاهرة مرة أخرى مع الدكتور أبو شاما وأتمنى أن يكون دكتور أبو شاما ما زال معي دكتور بالتأكيد استمعت إلى ما قاله الفريق شمس الدين كباشي كيف تقيم ما يحدث الآن وموقف القوات المسلحة السودانية الآن بما يحدث وحول هذه الهدنة وكل ما ذكرناه ربما في هذه المدخلة فلنعيد تحديد سينايوهات المستقبل فيما يتعلق بملف الأزمة السوداني ما بين خيارات وضحها عضو مجلس السيادة السوداني إما الخيار العسكي أو استسلام المتمايدين أو القضاء على تمارضهم بشكل قاطع أما خيار التفاوض فأعتقد من الكلام التضح أنه غير مطوح اللقاءات تتم في سياق محدد وهو هدنة للإغاثة الإنسانية فقط وليست مطوح عليها هدنة للتفاوض وده يغير طبيعة الحوار وكلامنا أمام خيارين أما استمرار الحل العسكي أو إنهاء التمارض باستسلام المتمايدين أو القضاء عليهم بأي صيغة من صيغ التنفيذ كده يبقى إحنا بنحط الكلام في سياقه الواضح كنت بتكلم في بداية كلامي حوالي الأوضاع خلال الأسبوعين الماضيين في السودان وما قالت إليه الأمور كانت الميليشيا الدعم السيئة تحاول فاض أمر واقع واقتناص فوز سريع سواء بالسيطرة على مياكس حيوية أو تقليص نفوز الجيش السوداني بالسيطرة على المطارات وهو ما فشلت فيه فشل زيئة وهي تحاول خلال الأسبوعين الماضيين تسويق فكرة أنها تستطيع الوصول إلى قصر الحكم أو إلى مقار القيادة العامة للقوات المسلحة للترويج لفكرة قضاتها على اقتناص هذا النصر سواء بالقضاء على رئيس المجلس السيادي أو الوصول إليه أو يعني محاولة زعزعة الاستقرار في السودان بالقضاء على رأس الجيش لكن هي لا تقدر بأي حال من الأحوال مبارزة الجيش ومحاربته وهو ما اتضح خلال الأسبوعين الماضيين من قدرة الجيش السوداني الوطني على السيطرة على الأم وعلى النجاح في تقليص نفوذ وقدرات الدعم السائع وحصولهم في مناطق معينة أنا أوافق العضو مجلس السيادي السوداني على أن الهدنة رغم أهميتها الإنسانية لأنها تصب في صالح ميليشيا الدعم السائع لأنهم لا يستطيعون الاستمرار لفترات طويلة في المعائك قضاتهم اللوجستية والعسكرية تمنعهم من القضاء أو تحايمهم من القضاء على فترات طويلة للاستمرار في القتال لهذا هم يستفيدون بكثرة من تكرار الهدن التي هي اسما هدنة ولكن فعلا يحدث فيها عمليات عسكرية هذه اللقطة مهمة سأعود إليك فيها مرة أخرى دكتور أبو شاما